خلينا الأول نقف كده عندما ماتش مبارح الأهلي واسموحا رأيك ورؤيتك يعني للأمانة المباراة مبارح كانت صعبة جدا يعني مش صعبة كمستوى فني أو كهي مباراة صعبة لا هي كصعبة كنتيجة وأداء في بعض الأحيان ممكن النتيجة ما تبقاش كويسة بس الناس تبقى مش ألقانة في أداء مردي فبيذكرها أو يعني الموضوع مش مقلق لكن للأمانة اللي حصل مبارح واستكمالا طبعا مباراة فاركو وقابليها مباراة فيوتشر فالناس ألقانة نادي الأهلي في المركز الأول فارق نقطتين ولكن ده زي ما احنا بنقول الناس ألقانة الناس ألقانة ليه لأنها حاسة أن في مشكلة تما في الفريق سواء فنية أو إدارية أو أي أن كانت نهيك عن أن فقدان إن شاء الله نقطة واحدة بقى أمر غير مستحب بالنسبة للجماهير في كل مكان طبعا بعد هدية يعني ربنا سبحانه وتعالى بعت لجمهور الأهلي وقدرتوا لعبيه دي تكاس العالم الأندية ليه حاجة ما كانتش على البال فجأة لأننا نفسنا هنبقى موجودين في كاس العالم الأندية فطبعا أنت متخيل السيناريو إن أنت لما توصل في شهر فبراير وتلعب كاس العالم الأندية بعدها تبتدي مشوارك في دوري أبطال أفريقيا وتكمل الدوري اللي هما مفروض اتحاد الكرة وربطة الأندية حابين إن هو يخلص في وقت مبكر الموسم ده فأنت متخيل كم الضغط اللي هنعانيه تاني في المباريات فأنت متخيلت محن حالة هاي في بقى من الضغط ده اللي بقيتنا سنتين ثلاثة بنتكلم عليه صعب يعني بعد موضوع كاس العام الأندية كمال موضوع يبقى صعب ولكن هالفكرة دلوتي كانت في إيدك يعني النادي الأهلي للأسف المباراتين اللي أهضر فيهم نقاط كان في إيده إنه هو ما يهضرش ويبقى على الخمة بفارق بنتكلم أربع أو ست نقاط بعيد عن نادي الزمالك اللي هو تعصر قبل مبارات النادي الأهلي وده برضو من الحاجات اللي برضو خلت في حزن عند جمهور الأهلي ده طبيعي جدا ولازم الناس طبعا لازم كل الناس تتقبل فكرة إن جمهور الأهلي زعلان لا لأن في الطبيعي دايما كان لما يعني المنافس الرئيسي بتاعك بيتعصر في المبارات لو أنت بتلعب بعديده ده بيبقى حافز ليه كل عدتك إن أنت عايز إن أنت تكمل وترجع تفرق تاني وترتاح فإن بارح كمان النادي الأهلي تقريبا ما فيش محاولات على المرمى بشكل قوي ما فيش فرص محققة كنا دايما حتى بنتكلم إن النادي الأهلي في بداية الموسم بيروح على المرمى كتير ولكن بيهضر فرص نكسب بس لا ده نحن نقدر نكسب أكتر ممكن نكسب اتنين بتقدر تكسب أكتر وترايح نفسك لا أم بارح في المبارات سموحة ما كانش فيه حاجة من دي خالص تقريبا كل اللعيبة كانت اف دي فمش عارفين فعشان كده هنا القلق الجمهور بيسأل إيه المشكلة بس عارفت في وسط الأوجه والقلق المتعددة دي من ضمن الحاجات القليلة المطمئنة فكرة إن حتى الجمهور بقى عنده صيخة كبيرة في إن مستر كولر عينه على كل الصغارات وعلى كل المشاكل وبيعرف يعني يعمل على تصحيحها مع اللعيبة سواء نفسيا حتى بصفة خاصة نفسيا قبل حتى فنيا هيا دي الفكرة مستر كولر يعني برضو كمدير فني لسه في الدور المصري وبيتحسس برضو الدور المصري فهو طبيعي جدا لازم هياخد وقته في حاجة معانية يعني طبعا النادي الأهلي على مدار تاريخه ما نقدرش نقول إن بتبقى حاجة كويسة إن الجمهور دايما يبقى حكمه متسرع على المدرب لأن قصر التغيير المدربين دي ما يبقاش فيها استقرار والمدرب لما يشتغل تحت ضغط يبقاش فيه استقرار فعشان كده بقولك هي الفكرة كلها إن البداية السيزون كان كويسة والأمور بعد كاس العالم أو في فترة كاس عالم ما نقدرش كانت وقش قوي لأ يعني حتى بعد ما رجعنا كان فيه بعض المباريات الجيدة ولكن آخر ثلاث مباريات تحديدا ألقت الجمهور وألقت الجمهور ليه؟ يوتروا فرق وسموحة وليه ألقت الجمهور؟ لأن خلي بالك أنت بترجع لسيناريوهات سيئة كانت المسم اللي فات والمسم اللي قبل لأن النادي الأهلي كان بيبقى متصدر الترتيب بعد كده يلعب كاس العام الأندية وأفريقيا يبضغط في المباريات ويبتدي بقى يبقى نزيف النقاط وللأسف احنا برضو فيه سؤال ممكن برضو كلنا نسأله النادي الأهلي لعب مبارح مع سموحة هيلعب بعد بكرة مع سراميكا طب ليه هنلعب 48 ساعة وإحنا لسه ما يستدعي أن يضغط أنا متفاهم أن سراميكا بيلعب في صدق قهرة وأعتقد نادي الزمالك برضو بيلعب في صدق قهرة فلازم حد فيهم يلعب الأربع وحد يلعب الخميس طب ما كان ممكن الزمالك يلعب الجمعة والأهلي لعب الخميس عشان بدل مسراميكا يبقى مرايح أربع تيام والأهلي هيرايح يومين بس يبقى فيه تكافؤ يعني يبقى فيه الفرق تشم نفسها